كما صدر البيان الختمي لقمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية وجاء فيه اتفق القادة على تعزيز شراكة الاستراتيجية القائمة بين مجلس التعاون والصين كما وجه القادة باستمرار الحوار الاستراتيجي بين الجانبين على جميع المستويات لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وتنسيق المواقف حيالها ودعم جهود التعافي الاقتصادي الدولي ومعالجة الاثار الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا وغيرها من التحديات وكد القادة على اهمية الدعم المتبادل بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين فيما اكد القادة اهمية مواصلة تعميق التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات من بينها الطاقة والتجارة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء والصحة بما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين كما عرب القادة عن حرصهم على تعزيز الحوار بين الحضارات والتواصل والاستفادة المتبدلة بين الثقافات المختلفة والحفاظ على التنوع الحضاري واكدوا على ان التسامح والتعايش بين الامم والشعوب من اهم المبادئ والقيم التي يقوم عليها المجتمع الدولي وعبر القادة عن ادانتهم للارهاب ايا كان مستره ورفضهم لكافة اشكاله وصوره والعمل على تجفيف مصادر تمويله وعبروا عن عزمهم على تعزيز الجهود الاقليمية والدولية لمكافحة الارهاب والتطرف ونقش القادة القضايا الاقليمية والدولية حيث توافقت الرؤى حول همية تظافر كافة الجهود لتحقيق السلام والامن والاستقرار والازدهار في جميع انحاء العالم واولوية استثباب السلم والامن الدوليين واكد القادة ضرورة دعم معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية ومنع انتشار اسلحة الدمار الشامل في منطقة الخليج وضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي الايراني كما اكد الجانبان على ضرورة ان تقوم العلاقات بين دول الخليج العربية وايران على اتباع مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية وكد القادة على همية الحوار الشامل بمشاركة دول المنطقة لمعالجة الملف النووي الايراني والانشطة الاقليمية المزعزعة للاستقرار فيما كد القادة على دعمهم لكافة الجهود السلمية بما فيها مبادرة ومساعي دولة الامارات العربية المتحدة للتوصل لحل سلمي لقضية الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وابو موسى وذلك من خلال المفاوضات الثنائية وفقا لقواعد القانون الدولي ولحل هذه القضية وفقا للشرعية الدولية